عرش يهوى الإله القدوس في الوحي الإلهي عرش يهوى عرش الإله القدوس ويرد برضو شهود يهوى تابعوا معنا لأنه لخلاصكم ونجاتكم برضو والسبتيين وغيره من الناس اللي هما بيقولوا بنمسك الكتاب المقدس إحنا بنؤمن بالكتاب المقدس ونؤمن أن المسيح هو الخالق طب هو فيه خالق غير الله ينفع على كل كل واحد الخلاص موجود وسيحاسب على ما يعرف وما هي الفرص التي أتيحت أمامه خلينا نروح للأنوان ده المسيح جالس على عرشه اليهوي الألوهي وأنا حبيت بصراحة الكلمة دي تأليف مني أنا نسبة إلى يهوى فلو حبيت تشتق من يهوى ممكن تقول عرشه اليهوي وحابب أنكم أنتم تنشروها حابب أن المسيحين يتكلموا بيها وأن المسيح هو يهوى الإله المتجسد واللي فاهم الكتاب المقدس واضح الأمر قدامه واللي مش عايز يفهم برحته المسيح جالس على عرشه اليهوي الألوهي تعالوا نشوف مع بعض وتمتعوا بالكلمة ما تاخدوش معلومة بس بص معايا كده ملوك الثاني وصلى حزاقية أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاربيم أنت هو الإله وحدك أنا متتبع لكلمة وحدك عشان الوحي نسفى المرة اللي فاتت وحينسفى كمان المرة دي لكل ممالك الأرض شفت هنا حزاقية الملك في العهد القديم بيتكلم مع ربنا وفي حد جالس على العرش بتاع ربنا إلا يهوى القدوس ما فيش هو الرب الإله إله إسرائيل دمين يهوى الإله القدوس جالس على الكاروبين طغم من الملائكة وكأنها عرش الإله أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض طيب تروح معايا لحزقيال يريدني كبر الشاشة عزيز المخرج عشان الناس تشوف أحسن وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر تفتكروا إيه؟ منظر إيه على العرش بتاع ربنا العرش الإلهي ده إنسان عليه من فوق يا للهول بص معايا كده إنسان أنت الإله وحدك يهوى طيب إزاي يكون على العرش شكله هنا إنسان على العرش مع إنه الإله ما عنده شكل ولا هو شكل إنسان وليس له هيئة ولا هو مادة ولا لي رسم طيب إزاي هنا اتشاف على العرش اللي كان عليه يهوى اتشاف عليه إنسان من فوق الذي رآه حزاقية هنا أيها الأحباء هو المسيح قبل اتخاذه جسدا لأنه ده رؤية نبوية دي رؤية نبوية رآه في رؤيته فقال عنه شبه إنسان لأنه الرؤية لم تتحقق بعد فكيف يكون فوق عرش الإله يهوى القدوس إنسان إزاي اتشاف يهوى وإزاي اتشاف في مرة تانية شبه إنسان لا يستحق أي كائن من كان أن يكون على عرش الإله بالطبع ولكنه هنا ليس مجرد كائن وإنما هو بذاته الإله الواحد القدوس يهوى وهنا يراه في الرؤية النبوية في مستقبل الأيام وهو قد التحف بطبيعتنا البشرية متحدا بها فين ده حصل في شخص المسيح يسوع له كل المجد فكيف تفهم كلمة وحدك هي قدامك الإله وحدك لكن بعد شوية بنلقى دي شكل شبه إنسان يبقى الآية اللي انت أخذتها من شوية بتقول وحدك يبقى خلاص وعايز تفهمها بطريقتك أنه هي خلاص كده يبقى المسيح له كل المجد بيقول لو أنت قولت كمان أنه أنا ليس الإله المتجسد هنا الإله يهوى الجالس على العرش في ذات العرش ده اتشاف يهوى في شبه إنسان شبه ابن إنسان هذا ليس إلها آخر وإنما النبي حزقيال رأى يهوى القدوس وهو في تجسده كإنسان في المسيح يسوع الذي له كل المجد إلى الأبد آمين وأما الآن وقد تم الفداء فالمسيح يسوع جالس على عرش الإله الأزلي اليهوي كما قال الوحي المقدس في سفر الرؤية خلينا نضيف هنا كمان آية ياريت نكبر الشاشة عزيزي المخرج بسكد سفر الرؤية خمسة ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربع الحيوانات يعني الأحياء الكائنات الحية الأربعة وفي وسط الشيوخ في وسط العرش شاف إيه بقى شوف هنا حزقيال في العهد القديم وهنا يوحن الحبيب في العهد الجديد شاف إيه بقى على العرش بيقول لك خروف قائم كأنه مذبوعة خروف قائم خروف قائم يعني هذه القيامة من الموت كأنه كان قد زبح على الصليب لأنه الخروف يزبح لحينما يقدم ثدية كفارة والمسيح هو الكفارة فتأخذ هذه الكلمة الذبح وتطلق على المسيح لأنه الحمل الذي زبح من أجل خلاص ونجاة العالم كله الوحي لا يكتب مجرد مصادفة له يقصد الكلمات والمسيح لقب بخروف كأنه خروف ليه لأنه الحمل الذي زبح من أجل أن يرفع خطية العالم الحمل قديما يزبح ويوضع على المزبح كفارة وفي أحيان تأتي نار من السماء لتلتهم هذا النار الدينونة تلتهم الخروف الذي عليه الخطية هنا المسيح له كل المجد لقب بهذا الخروف فين موجود مكانه ده موضوعنا دلوقت على في وسط العرش سمعيني يا شهود ياهو أحباء المباركين نجاتكم وخلاصكم أحباء المسلمين خلوا بالكم بلاش تأخذ يعني حتة من آية وتجري بيها هذا ما ذكره الوحي المقدس هنا عن السيد المسيح وذكر عن الإخلاء أيضا في سفر دانيال النبي بص معايا كده خلينا نقارن اللي احنا شايفينه قدامنا ده أهو إنسان عليه من فوق ويشوف معايا كده خروف قائم كانه مزبوح إزاي خروف قائم كانه مزبوح وهنا إنسان إنسان الإله وحدك طب أنت مفروض جالس على العرش وحدك لا في شبه إنسان ويوحن شاف بعد الفداء هو الفادي القائم من الموت سحق الموت وقام له كل المجد طيب هنا الخروف هو الإنسان هو هو خروف هنا إنسان تشاف إنسان قبل تجسده وتشاف خروف بعد فدائه لأن الخروف يزبح للفداء طيب تعال نجيب ده هنا كده ونحط دانيال سبعة اسمع الكلام كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه مثل ابن إنسان ودي الحتة التي قالها المسيح للمجمع اليهودي مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام إشارة إلى الآب السماوي في الرؤية شفت أيه كمان يا دانيال شف هنا العرش شبه كمنظر إنسان وهنا مثل ابن إنسان الأنبياء يعني ما فيش حد قال للتاني يكتب كده واللي شافوه بالوحي المقدس كتبوه طيب نكمل ويقول لك هنا فأعطي سلطانا ومجدا لماذا أعطي لأنه ابن إنسان في تجسده في إخلائه أعطي حينما أخذ طبيعتنا أعطي وحينما يعطي الله لا ينقص وحينما يأخذ لا يزيد لكنه أعطي بمعنى وهو في الطبيعة البشرية هذا سلطان صلاحيت أنه يعمل هذا الأمر سلطان إيه هو ما أعطي له سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة تتعبد ممكن ممكن واحد يقول لك فيه بيقول تخدم ما هي الخدمة هي العبادة أنت هتخدم ربنا هتعمل يقول لي كده بقا خدمة ربنا هي العبادة نحن نسمي نفسنا كمسيحين أو كيهود خدام لله وخدمتنا لله هي عبادة ما هي الشئ خارج العبادة عشان كده الخدمة هي عبادة تعبد للسيد الرب تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لا يزول وملكوته ما لا ينقرض أبدي لا يزول لا ينقرض أي مملكة لا تنقرض غير مملكة السيد الرب الإله يبقى هنا واضح قدامنا آيات كثيرة جدا شفنا هنا وحدك شفنا هنا إنسان شفنا هنا بعد الفداء شبه خروف قائم قائم من الموت كأنه مزبوح ما زالت آثار المسامير في جسد المسيح الممجد كعلامات الحب الإلهي التي قدمها للإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر